الموضوع الشيخ وتلاميذه السبعة كان التلاميذ يدرسون العلوم الدينية على يد شيخ اسمه الحاج صالح مبارك أراد الشيخ أن يختبر تلاميذه السبعة فجاءهم يوما يحملوا برتقالا وأعطى كل واحد منهم برتقالة وسكينا وقال لهم أريد من كل واحد منكم أن يقطع البرتقالة التي عنده من غير أن يراه أحد ذهب الأولاد واختار كل منهم ناحية واختبأ فيها وقطع البرتقالة وجاء بها إلى شيخه إلا واحدا منهم اسمه جعفر فسأله شيخه ما بالك يا ولدي جعفر؟ لما لم تقطع البرتقالة؟ فأجابه تلميذه جعفر يا شيخنا طلبت مني أن أقطع البرتقالة من دون أن يراني أحد لكنني قلت لنفسي إن الله يراني لكنني قلت لنفسي إن الله يراني ابتهج الشيخ فرحا وسر زملاءه به فقال الحاج صالح صدقت يا جعفر لقد نجحت في الامتحان لنأكل البرتقال معا احتفالا بهذا النجاح وشكرا جزيلا لكم يرجى الاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر